أنا وأنت مثلا كمتلقيين يجب أن لا ندخل بهذه الدوامة هل هو يعاني من كورونا أو لا يعاني يجب أي إنسان عنده أعراض تنفسية أخذ الحيطة المسافة، الابتعاد، العناية الشخصية، غسل الأيدي كل هذه الأشياء الأساسية ومن هو المصاب بالرشح أو غيره يجب أن يوطي فمه أثناء الكحة والسعال والعطاس وأيضا ينصح بالكمامات في الأماكن العامة بالنسبة لهذا الشخص شكرا للمشاهدة